موسيقى أهلاً ورحباً بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عشر سكاي بحديث عراقي في الأسبوع الماضي أقد مؤتمر في بغداد هذا المؤتمر ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني لا نتحدث عن مؤتمر نتحدث عن بعض الكلمات التي جاءت في هذا المؤتمر أو التي ألقيت على أسماء الذين حضروا هذا المؤتمر ومنها كلمة برهم صالح رئيس الجمهوري الحالي وزعيم ما يعرف بتيار الحكمة عمار الحكيم لأنهم تحدثوا في هذا المؤتمر برهم صالح قال بالنص قال رئيس الجمهوري الحالي قال ضرورة الاحتكام إلى الشعب في مواجهة ما يهدد أمن الدولة ونظامها السياسي الله أكبر يعني الحكومة وكل أحزابها والعملية السياسية تحتكم إلى الشعب في أمن الدولة وفي نظامها السياسي ما الشعب طلع تظاهرات مئات التظاهرات وآخرها ثورة تشرين والتي قتلتوا شبابا أكثر من ألف شاب قتلتوا وأكثر من ثلاثين ألف جريه وما زال القتل والاغتيالات مستمرة والقتل ولم تقدموا شخصا واحدا للقضاء تقولوا هذا الذي قتل المتظاهرين رغم الوعود الكثيرة بتقديم القتلة ولم يحصل شيء من تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بإسقاط العملية السياسية وبمنحسبة كل الفاسدين من أحزاب وقوى الحاكم العراق منذ 18 سنة لحد الآن والتي بددت أموال العراق أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار بددوها والتي أشاعوا الطائفية والخراب وقتلوا الكفاءات وهددوا وخربوا ودمروا ورهنوا إرادة العراق واستقلال الأجنبي هذا واقع الحال هذا الشعب هو اللي تتحدث عنه الكلام يجب أن يكون يعني لا يؤخر على عوانه هكذا يعني الكلام عندما يخرج وأنت تقول أنه أنا رئيس جمهوري لا يجوز هذا الكلام والله نحتكم للشعب يا شعب اللي تحتكم له أنتم تعاملون الشعب كقطيع غنى تقتلونه متى شئتوب تتحدثون عن ديمقراطية وحرية وتقتلوه وتسرقون أمواله وتنهبوه وتسرقون حياته وأحلامه وكل آماله العراقي من جوع إلى جوع من خراب إلى خرام وعلى ذكر الجوع أحد قادة هذا الزمن الشاذ هذا العامل عندما كان وزيراً وتحدثوا أمامه بالصدفة عن الفقر قال ليس هناك فقر في العراق من يقول أن هناك فقر في العراق كاذب وأكثر من 13 أو 14 مليون عراق يأكلون من المزابل تحت خط الفقر بشهادة الحكومة نفسها بشهادة هذه الحكومات لكن مدرسة بالكذب ومدرسة بالدجل والإدعاءات الكاذبة عموماً ويقول أنه ونظامها السياسي يحددها الشعب هاي شعب اللي يحدد نظامها السياسي كيف يحدد؟ عندما تقتلوه تذبحوه وتسوقوه بالرصاص المنفلة وبميليشياتكم وقواكم وبفسادكم وخرابكم ودعا طبعاً القوى السياسية إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة وتغليب لغة العقل والمنطق في المرحلة الخطيرة أي لغة أي منطق الكل مصالح وأنت تعرف وأنت جزء من هذه الصفقات المصالحة أنت جئت إلى مركزك إلى منصبك كرئيس الجمهورية بصفقة وكلها مصالح وكلها محاصصات وكلها تأسيمات فتكذب على من؟ وتضحق على من؟ هذه كذبة كبيرة معيبة يا ناس الشعب العراقي ما عاد يتحمل هذا الكذب بعد 18 سنة لا يستطيع أن يسمح هذا الكذب هذا يعني يؤذي يؤذي نفسيته يؤذي عقله قد ينفجر عليكم في هذه لحظة وسينفجر عليكم لأن هذه قد يعني وقال أيضا يعني الأصلاحات الحقيقية يجب أن يجب المضيب الأصلاحات الحقيقية أي أصلاحات المضيب الأصلاحات من خراب إلى خراب ومن سوء إلى أسوأ ومن سيء إلى أسوأ والآن أعلنت الميليشيات أن العراق كلها رهينة بيتها وهي المسيطرة على العراق وردم الفجوة مع الشعب والتركيز على التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات وهذه هنا البلوة والكائنة الكبيرة تعبون الشعب حتى يشارك في الانتخابات لكي ينتخبكم مرة أخرى لكي يعيد تدوير هذه النفايات هذا الخراب الذي يأكل حياته يعني يعيد هذا الخراب الذي يأكل حياة الشعب وأكل أحلامه وأكل أطفاله وخاضب دماءه وكذب عليه وسرقه ونهبه هذا المطلوب لكي تقولوا ذهبنا الانتخابات ونحن ديمقراطيين ونحن بلد متطور ونحن نؤمن بالحرية والديمقراطية ونحن نموذج الديمقراطي هذه الكذبة وين؟ يكفي زمن الكذب قد انتهى قد انتهى هذا الشعب ما عاد يقبل هذا الكذب عمر الحكيم أيضا في نفس الاتجاه هذا زعيمه يسمى بتيار الحكمة يقول أنه يعني على المجتمع يعني أن يحصل نفسه من أساليب السلاح المنفلت للتخلص من أساليب ترهيب الناس ما السلاح المنفلت جزء منه أنتم أنتم من جعل السلاح بيد لكل الناس أنتم أصحاب الميليشيات أنتم أصحاب العصابات وأنتم من سلبتم الدولة وسلبتم الحكم هذه الطريقة الحقيقية وضرورة مراقبة الانتخابات القادمة لأنها الأهم منذ عقدي لماذا هي الأهم منذ عقدي؟ لكي تقولوا بعدها أنه نحن هذا خيار الشعب تدفعون الشعب للمشاركة وهذه المطبلين دائر مدار الكاظم الذي يقولون أنه يعني ذاهبين إلى انتخابات مبكرة وروحوا إلهوا وديمقراطية كذبة كبيرة وإحنا قوة التشترين شاركنا بها لا قوة التشترين ولا الشعب شارك بها ولا يريدها ونفس القوة التي تسلطت على العراق وفزدت وخربت وسرقت وقتلت ودمرت ورهنة إرادة العراق واستقلالها إلى الأجنبي هي نفسها التي تشاركوا الانتخابات والانتخابات لا تفرق عن انتخابات 2015 و2010 و2014 و2018 هذه الحقيقة وقال أيضا ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتكون النتاج بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والمشاركة الواسعة في الانتخابات بوعي والله الكلام يعني لا يستحق هذا الرد عليه يعني كلام معين وصلوا إلى مرحلة من الكذب والادعاء والدجل مع البشر يعني الإنسان يشعر عندما يسمعه ماذا يقولون هؤلاء هؤلاء أدوات خراب العراق ودمارا والسؤبي وبالتالي يتحدثون بهذه الطريقة وكأنهم غير معنيين وكأنهم أبرياء ملائكة جاءوا نعم ملائكة لم يقلها جاثري أن هذه حكم الملائكة كذا يرون أنفسهم يسرقون ويقتلون ويخوضون في الطائفية ويخوضون في كل شيء ويرهنون إغادة البلد ويرهنون استقلاله ويسرقون كل أمواله ويتعجرون بالمخدرات والجنس والناس والأذى وكل شيء ويشيعون الفساد والخراب والفقر والجهل والبطالة ويتحدثون عن النزاح والديمقراطية والذهاب إلى الانتخابات وعمر الحكيم يصدر أنه كتاب ما أعرف ما أعرف أي وطن أي خيانة أي مصيبة أي وطن هذا الذي تنتمون إليه لا تنتمون أنتم إلا للوطن الذي جئتم منه الذي يدفع العراق إلى الخراب والأذى والسوء والضعف وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير ألتقيكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر